تب والأعشاب والسكري قائمة الأعشاب والتوابل التالية غنية لعناصر قادرة على تنظيم معدل السكر في الدم وكبح المرض بحيث لا يتطور إلى الأسوأ القائمة تشمل الحلبة فهي من الأعشاب المفيدة جدا للصحة الإنسان ولديها القدرة على خفض معدل السكر في الدم الريحان أثبتت دراسات أن الريحان يخفض مستوى الغلوكوز في الدم فتناول الريحان بصفة منتظمة يضمن لك الانتصار في معركتك ضد مرض السكري القرفة هي من التوابل المفيدة جدا لمرض السكر من النوع الثنان الشمر وهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي وكلها عناصر تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم الثوم منذ القدم يستخدم الثوم في علاج أمراض عديدة ومنها مرض السكري فالثوم يزيد من إفراز الأنسولين في الجسم ويحافظ على المستويات المعتدلة للسكر في الدم الزنجبيل ينصح خبراء التغذية بإضافة القليل من الجنزبيل إلى الأطعمة وذلك لفعاليته في تنظيم معدل السكر في الدم نظرا لاحتوائه على إنزيم نشط في مكافحة مرض السكري الكمون فهذا النوع من التوابل معروف بقدرته السحرية على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم القرنفل فهو يتميز بخصائصه الدوائية العلاجية الهائلة وقد أثبتت الدراسات والأبحاث مدى تأثيره الإيجابي في محاربة مرض السكر على المدى البعيد الكركم هو من التوابل الشهيرة والمعروفة بالقدرة على محاربة مرض السكري فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة التي ثبت فعاليتها في مقاومة مرض السكري ترجمة نانسي قنقر